الحقيقية عند النادر اهلي هي في علي معلول ومحدش يزعل من الكلام اللي انا هقول لانه علي معلول زاهير ايصر النادر اهلي عنده اه اه مشكلة يعني في حد قال حيبقى جاهز 17 ابريل قبل الاهلي الزمالك انا اعتقد هذا الكلام غير صحيح انا اعتقد هذا الكلام غير صحيح لانه علي معلول للأسف الشديد اه اتجددت اصابته وده اللي زعل علي معلول من الجهاز الطبي في النادر اهلي يحس ان هما استعجلوا عليه في حد في الجهاز الطبي في الاهلي بيقول ان حصل التقام بالنسبة 70% في حد مقرب من علي معلول بيقول له هذا الكلام غير صحيح وان احنا لسه قدامنا مش اقل من شهر انا بقولك برضو جتايا النظر لكنه علي عنده مشكلة في العودة بيبعثوا التقارير الطبية بتاعته المركز طبي متخصص في اه اه اوروبا بيطلعوا اه عليها التصرع ده اللي علي مزعله التصرع انه اه عملوا اه اه يعني استعجال عليه انه يرجع للملعب اه رجع الاصابة فرجعت بشكل اصعب شوية حد بقول له حضرانك في الجهاز الطبي في النادر اهلي بيؤكد انه التقام بالنسبة 70% انه سيكون جاهزا قبل مباراة الاهلي والزمالك وحد تاني بيؤكد من المحيطين من المقربين من علي معلول ان علي معلول قدامه مش اقل من شهر ده بالنسبة لعلي معلول